السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلاً والسلامة لكم من قناة يوتيوك. اللي تسمعنا الاول مرة واجهوا الفيديو. ما ينسى لش يشترك ويفعلنا الجرس. اليوم بازن الله وضعيات ادماجية مقترحة لسنة اولى متوسط للفصل الفصل الاول. في اختبار الفصل الاول يا رب تستفيدوا من الفيديو. عندنا وضعيات مقترحة. عندنا الوضعية الاولى. اه تعبير عن الاسرة او وضعيات مجيئة عن الاسرة سنة اولى متوسط. اه الاسرة هي الانتمائي الاول. للانسان. اتكاوم من اب وام من ابي وام ومجموع من الافراد. دين مقدمة العرض. الاسرة هي السند الذي يشعر الانسان وبانه وليس وحيدا او غريبا ولا يمكن تعويض الاسرة بأي شيء. فهي جوهرة ونار عطائن. ويد النجاة من السقوط. فمن ورائها يتحقق التماسك والراحة والمحبة والاستقرار. ولكل فرض من افراد الاسرة واجب مهم اتجاه الاسرة. فالاسرة يجب ان تربي ابناءها على الاخلاق والقيم الفضائل. وعلى الابناء ان يحافظوا على اسرتهم. وان يعتزوا بها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم الاهلي. اه ممكن هنا الخاتمة دي شاهد. ممكن شاهد اخر لو تريد شاهد اخر. وصدق من قال مهما كان الفرض اه فقيرا فهو غني باسرته. فهو مهما كان الفرض فقيرا فهو غني باسرته. اه هنا عندنا شاهد اخر. ده الموضوع الاول عن عن الاسرة. وضعية مقترحة. طبعا وضعية هتكون في حدود عشر سطور او اثنى عشرة سطر لا اكثر من ذلك. مش هيزود يعني في التعليم عن اثنى عشرة سطرا هي ممكن كمان ثمانة اسطر. وضعية قصيرة. عندنا اه وضعي الاسرة. ممكن كمان عندنا اه المقطع الثاني عليكم اه 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 عندينا اه ممكن الام او الوالدين. الام مصدر الحنان والاعطاء والطمانية وهي كنز ثمين لا يوجد ولا يوجد اجمل منها فيها الحياة ودنون اللي حثنا على طاعتها والاحسان اليها. اه دين مقدمة تعبت الام كثيرا في تربيت الابناء وتحملت الالام وسهرة الليالي من اجل راحة ابنائها. فهي بمثابة الناصح والمرشد والمعلم الاول تحمي من من قسوة الحياة او قسوة الحياة وتدل على الطريق المستقيم. ان ديننا الاسلامي كرمها وجعل الجنة تحت اقدامها. لما لا من مكانها عظيمة. دي العرض الختيمة لزع الابناء بتاعاتها وملاطفاتها وخفض الصوت في حضرتها ورعيتها. كذلك الدعاء الله بالصحة والعافية ويقول الرسول صلى الله الامهات. اه دي الوضعية الثانية تعبير الثاني عن الام سنقول لها متوسط. اه الوضعية في حدود اثنى عشر سطرا. طبعا زي ما قلت لحضرات كم الوضعية هتكون من ثماني سطور الى اثنى عشر سطرا. اه لو طلب عشر سطور نلتزم ونحترم المطلوب منينا. نحاول نكتب عشر سطور. ازا طلب اثنى عشر سطرا ما نزوجش على اثنى عشر سطرا. طبعا انا موظفة اه اللي سطور. يعني هنا عندنا سنقول عليهم السرد والوصف. وحنجد الوضعية سردي وصفي. فيها موشرات الوصف والسرد. الوصف عندنا كنز تشبيه اه كنز ثمين. اه وعندنا ايضا اه 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 عندنا السرد افعال مواضية تعبت تحملت سهرت اه تحمي من قصاوة الحياة. دي الوصف. اه وحنجد برضو وظفنا الضمائر متصلة وضمائر منفصلة عليكم والضمائر متصلة منفصلة. وظفتها ايضا في الوضعية. اه وهي دمير اه غائب. منفصل دمير منفصل. اه فهي سهرة الليالي هنا دمير مستتر هي اه الام وسهرة الام الليالي من اجل راحة ابنائها. ده الغضائية الثانية الام. عندينا ايضا الوالدين. ممكن نأتي اه الوالدين ده مقطع الحياة العائلية. الوالدان من اجمل نعم اللي علينا فهما فيما اساس حياتنا واجمل ما فيها. اه دي المقدمة لمحة بسيطة العرضة رغباد. الاب والام هما اول من اول من تفتحت اعيننا على رؤيتهما. اول من زرع فينا الاخلاق والقيم. فالابو يسعى جاهدا ليلة ونهارا من اجل توفير اه لنا كل الاحتياجات من مأكل وملبس ومشرب. يحمينا دائما ويدافع عنا. واما الام تعبت وتحملت الالام من اجل راحتنا. وكما سهرة توفرت لنا الهناء والسعادة ولا تزال تغمرنا بعض فيها وحنانيها. دي العرض الخاتمة اه نصيحة يجب علينا بطاعة الوالدين ورعايتهما ولن طاعة الوالدين واجب اه واجب ديني واخلاقي. وطريق موصل للجنة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانة. اه كده الوضعية برضو في حدود اثنى عشر سطر. لو طلب ثمان سطور هنحاول نلخص. مقدمة نترك بيات بداية المقدمة. العرض اترك بيات بداية العرب. الخاتمة اترك بيات بداية الخاتمة. طبعا النمط هنا النمط سردي ووصفي. سنقول السرد والوصف. كله هنجده سردي ووصفي. ممكن نضيف هنا اه انا نضيف هنا وصف ايضا. الولدان من اجمل اللي علينا. وهما فهما اساس حياتنا واجمل ما فيها. وكما انهما وهما كما انهما كنز ثمين. وظفنا الوصف. او جوهر ثمينة. لو تريد وصف زيادة. كما انهما كان ذو الثمين. اول من زرعة فينا دي اه الاخلاق. ده برضو وصف. استعارة وصف. الافعال الماضية افعال مضارع وموظفناها ايضا. تفتحت. فعل ماضي. يساعة. اه مضارع يحمينا. يدافع. تعبت. سهرت. وفرت. لفعال ماضية. تزال فعل مضارع. تغمرنا فعل مضارع. ضمائر. فهما. هما ضمير اه منفصل. اه عندنا الوضعية الاخرى او الاخيرة. التعبير عن الاب سردي وصفي ايضا. تعبير عن الاب سردي وصفي. في عندنا تعليمة. ممكن يأتي بطريقة هنا التعليمة. يقول لك السياق ترى والدك كل يوم يعود الى البيت منهمكا. من عمله ليلبي حاجيات اسرته. السند قال الشهر لا انت عحق الناس بالمدح يا ابي. تعليمة اكتب نصا تصف فيه والدك وتسرد فيه الامال التي يقوم بها. ممكن تأتي الطريقة الاختبار بهذه الطريقة. السياق والسند تعليمة. نقوم بحل هذه الوضعية. نصا هنا. نصا مقدمة عرض خاتمة. تصف الموظف الوصف. تسرد موظف السرد. الاعمال التي يقوموا بها. الاب له فضل كبير علينا. فهو السند والسعادة. اه فهو السند والسعادة. افوا. فهو السند والسعادة في العائلة. والقوة التي نستمدها في هذه الحياة. اه العرض منذ صغري وابي هو عمود البيت يفكر بنا ليلا ونهارا صباحا ومساء. ادبني ورباني تربية حسنة. انا واخوتي. زروا وزروا فينا الاخلاق الهامدة. ونهانا عن قبحية. وكما علمنا القرآن. وعندما نهانا عن خطب اللين والرفق. ارسلني ابي الى المدرسة حتى اطلب العلم. وعندما ابكي يكون للمرجع الامن والحامي. وفر لنا كل الاحتياجات. من ما اكل ملبسه مسكن. ولا ولا تبدو عليه السعادة. ولا تبدو عليه السعادة. الا اذا رأى السعادة تشاع في قلوبنا. فلقد ادى واجبات. واجبات له على اكمال وجه وبطول تقصير. ختمة رقبات. هذا هو ابي حفظه الله لي ورعاه من كل الشر. دي كده اه سرد وصف عن الاب. القوة التي نستمدها ده برضو وصف. اه زرعة فينا الاخلاق الحميدة وصف. تشوع في زراء السعادة تشوع في قلوبنا وصف. اه عمود البيت ايضا وصف. السر ده نجد لفعال الماضية. اه ونصر الزمان المكان موجود برضو. اه اه نجد اه ضمائر. طبع السرد. اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم. لو عجبكم الفيديو استفدتم ان تنسوا راش باللايك. وممانت للقناة دعم لانا نستمر في نشر المزيد ان شاء الله. دانتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.